جميل جداً حضرتك معلش يعني حضرتك أشرت إلى ثلاث أسباب السبب الأول التدخين السبب الثاني السمنة السبب الثالث على مأسكور الفيروسات الفيروسات ده مهم بقى جداً ده سبب مهم جداً أحد العلماء أخذ جائزة نوبل في أنه اكتشف أن بعض الفيروسات اسمه الفيروس الحليمي اللي هي من بابلومة فيروس هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم أول ما اكتشف هذه العلاقة بدأ يتعامل زي مصل للفيروسات الحليمية إحنا لو إدنا نقي السيدات والرجال أو السيدات بالذات من هذا الفيروس الحليمي لن يكون هناك أورام عنقرح الفيروسات الكبدية زي فيروس سي وفيروس بي هم السبب الرئيسي لحدوث أورام الكبد وبالتالي إحنا نتوقع بعد ما كنا زمانة يمكن لحاك قبلت حضرتك مثلاً من أربع سنين كنت أقول لحاك معدلات سرطان الكبد هتزيد بسرعة علشان إحنا عندنا الفيروسات الكبدية موجودة دلوقتي وإحنا عادينا عوة في 2017 بقول لحضرتك أن احتماليات أورام الكبد في 2030 هتكون أقل من حدوث أورام الكبد حالياً لأن معظم المرضى إن شاء الله سيتم شفاقهم وبالتالي احتماليات حدوث صحيحنا بنشوف في اليومين دول أكتر علشان بيحصل سكرينينج أو بيحصل مسح شديد لكل المصابين بالأورام وبالتالي بنشوف أكتر عدد أكتر شوية من الأورام الكبد يعني ما كانتش تعرف إصابتها بالتالي احنا بنشوف أكتر شوية اليومين دول ولكن نتمنى وإن شاء الله نتوقع أن بدي الانتهاء والقضاء بإذن الله على فيروس سي هتكون معدلات الإصابة بأورام الكبد زي معدلات الإصابة بأورام الكبد في العالم وإحنا صحيح أعلى دلوقتي شوية في الكبد ولكن أعتقد أن إن شاء الله هنكون أكثر ترجمة نانسي قنع